من هنا سر الحكاية من هنا اقرأ وكان بمحتوى هادينا قد خطب الرحمن فيها محمدا لغة بها القرآن أنزل ربنا من هنا سر الحكاية من هنا بها ننتمي للدين نفهم فقهه ويشع نور للهداية في الدنى فلتتبع الأجيال نهج نبينا بمحجة بيضاء نور دربنا أكرم في دين خالد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد من الناس الذين أمرنا برحمتهم في هذه الأرض من فقد أباه فلا معيل له إنه اليتيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن داود الطائي رحمه الله يوم من الأيام اشتهى طعاما فقال لجاريته صنعي لي دسما طعام فاخر طعام في دسم طعام لذيذ فصنعت له طعاما من أفضل أنواع الطعام تعبت في صنعه ثم جاءت به إليه فلما قربت الطعام إليه سألها قال ما فعل أيتام بني فلان في بيت فلاني لهم أيتام عندهم أيتام ما صنعوا ما سووا للأيتام قالتهم على حالهم يعني الله يعينهم قال اذهبي بالطعام إليهم أخلت ماذا طعام غالي وطعام يعني دسم وفيه وهو اللي طالبه وهو جائع يبي أكل هذا الأكل قالت أرسل لهم طعاما غيره قال لا والله أرسل لهذا الطعام إليهم إلى الأيتام شوف القلب الرحيم شوف القلب الرقيق جائع أحلى طعام عنده ما يبياكله تذكر الأيتام فقالت له يعني صنعته لك من كذا وكذا قال هذا الطعام إن أكلته يذهب إلى الحش إلى الحمام آخرته لكن إن أطعمته الأيتام سيبقى عند الله عز وجل شفت الفهم شفت الإنسان اللي عنده الأيتام أولى حتى من عياله خير البيوت عند الله تعرف أي بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه اللي قلبهم رحيم على هذا اليتيم حطوه في البيت معاهم ترى في بيوت مو يكفلون أيتام بس بالفلوس جابوا اليتيم عندهم في البيت حتى يقولوا بعضهم والله إن هذا اليتيم أحب إلي من أولادي في إطعامهم في إلباسهم في كفالتهم في كسوتهم في كل شيء هذا اليتيم هذا البيت في رحمة ترى هذا البيت في بركة خير البيوت عند الله وشر البيوت عند الله شنو البيت؟ بيت فيه يتيم يساء إليه فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي ما سغبه يتيما يتيما ذا مقربه لما سئلت سئل النبس وعلى سلم عما يلين القلب جاء في الأثر أو في الحديث قال امسح رأس اليتيم شوفوا اليتيم الرحمات حوله مو بس لما تطعمه و لما تسقيه و لما تلبس أحلى الملابس و تهتم فيه صدق بس لو تمسح رأس يتيم تشعر بالرحمة في قلبك من أكثر الناس الذين أمرنا برحمتهم هذا اليتيم يقول أحد الآباء يقول ما كان عندنا إلا ولد واحد جاءنا بعد سنين طويل الله رزقنا هذا الولد و أول ما ولده هو من مرض لمرض لين طاح في العناية المركزة و كاد أن يموت يقول أنا و زوجتي يوميا عنده ندعي له و نرقيه لعل الله عز وجل أن يخرجه في العناية المركزة يقول زوجتي كل يوم عنده من الصبح إلى الليل يقول شافت فيه سريم من الأسرة طفل ما أحد عنده ما أحد يجي له يقول تسأل الممرضات يقولون هذا يتيم ما أحد عنده مقطوع ناس حطوا ما أحد يجي له ولا أحد يزوره سألنا قالوا هذا يتيم أصلا يقول زوجتي كل يوم تجلس شوي عند ولدها و شوي عند هذا شوي عند ولدها و شوي عند هذا من رحمتها بهذا اليتيم يقول ولدي خرج من العنايتي إلى غرفة عادية يقول هذا اليتيم طلع قبل ولدي من المستشفى يقول ذهبنا و سوينا إجراءات كفلنا اليتيم في بيتنا يقول و ما هي إلا أيام حتى يشاف الله عز وجل ولدنا و خرج إلى البيت و صاروا اثنينهم مثل الإخوان يقول كبر ابني و كبر هذا اليتيم أخواني في بيت واحد يقول والله ما عرفت الرزق الكثير ولا السعادة ولا الراحة ولا البركة في الحياة إلا بعد أن كفلنا هذا اليتيم رحمتك باليتيم سبب لرحمة الله عز وجل لك و الأهل بيتك يشفي الله به الأمراض بهذه الكفالة و هذه الرحمة يشفيكم من الأمراض يبارك في الأرزاق يعينكم في الحياة بل كثيرا من الناس لما كفى اليتيم و كانت قد تأخرت في الإنجاب رزقها الله بالولد فلنحفظ المجد التليد لأمتي عربية هيا ننادي كلنا عربية 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 هي رمزنا أم اللغات و عزنا من هنا سر الحكاية من هنا إقرأ و كان بمحتوى هادينا من هنا سر الحكاية من هنا إقرأ و كان بمحتوى هادينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر